المسيرة الكروية يعني كلاعب ما كانش طويلة كتير انا متاقده طاحت عشر سنة قريبا وكيما قلت يعني إصابات كانوا دايما كيرجعوا درت استعماليات الركب ويعني هو ذاك شي اللي وقفني ولكن الحمد لله عشان تكره شي وهو خير لك وذاك شي اللي يدفعني هنا في التدريب يعني كلاعب كن دائما يا بعدك نكور شي بزاف في الملعب وكن ذاك شي عندي ناتوريل كان كيجيني طبيعي والحمد لله يعني بديت في الدراسة في دراسة التدريب وجاتني في أول فرصة باش نمشي للسعودية مع مدرب سابق كان معايا قبل لما كنت صغير في السن وكان عارفني يعني قاعد نشتغل في التدريب وكان قال لي واش حبيت تروح معايا كمساعد مدرب ادي في 2011-2012 اعتقد وهذه كياه تمكلي بدأت المسيرة جديدة كمدرب والحمد لله دوست مع نفس المدرب عشر سنوات عشر سنوات في السعودية وفي بلجيك اسم ديرو؟ مارك براس مارك براس اللي عنده تجربة كبيرة في بلجيكا ومعروف واستفت منه كثير ونشكره واحدة هو من هذا المنبر والحمد لله يعني لما جات الفرصة باش ندرب يعني المنتخب المغربي الأولمبي وكيما قلت أنتوما الآن صار منتخب أولمبي ما بقاش أقل من 23 سره الحمد لله كنت مفتخر جدا وكنت فرحان جدا باش نبدأ هذا التحدي والحمد لله بأننا درنا هذا التدويج وفوزنا باللقب إفريقي وأول لقب تاريخي في المغرب والحمد لله يعني غير باش نرجع للمسيرة ديك قبل ما نبدأ لأن البعض ما كانش يعني كيعرف عصام الشرعي وكانت ربما حتى التوجود ديك على الرأس العارضة التقنيات المنتخب المغربي الأولمبي فجأة البعض أنت في المفكرة ديك رغم الصعوبات اللي لقيتها في عالم في ممارسة الكرة لإصابات العمليات كنت يعني عارف راتك أنك بغيت استمر في كرة القدم يعني في هذا الدومين للكرة القدم كمدرب أو مؤثر لا لأن ذلك الإصابات بعض المرات كي أطروا عليك وأنا لديك شي اللعابة اللي كي يجيهم إصابات أنا عارف يعني المسيرة اللي كتدز عليهم ماشي سهلة بعد المرات تبغي توقف تقول خلاص ما محتاج من هذا الشي ولكن صراحة يعني الوالدين لعبوا دور كبير والدين في نفس الوقت يعني عشان تكرهوا شيء وهو خير لك وذلك الشي اللي كان يقول لي الوالد دائما يقول لي يشوفه ولي ديرا ربي يحفظك بشي حاجة اللي كانت غادي تجيك ببوتاتر بلوغراف وعلى ذلك الشي كنا دائما كنا دائما إيجابي ونفكر إيجابي وعلى ذلك الشي كملت في كرة القدم عصامت خريج للمدرسة البلجيكية في التدريب والكل كي أعرف يعني القيمة دي للمدرسة البلجيكية ترجمة نانسي قنقر